على الغربال في الغربال هو ده الاهلي هو ده الاهلي بجد اللي النهاردة جلوب سكر بتقولك الاهلي الرقم واحد على مستوى العالم حظا للالقاب الكروية في القرن الجديد يعني في الواحد وعشرين سنة الجديدة الاهلي التفوق على البايرن ميونيخ الاهلي الحساب الرسمي الجهزة جلوب سكر العالمية ابرز التفوق الاهلي على كل انديت العالم من حيث تحقيق الالقاب في القرن الواحد وعشرين بواقع خمسة واربعين بطولة حققها المارد الاحمر في العقدين بعد حصول الاهلي على السلسية هذا الموسم الحساب الرسمي لجلوب سكر عبر تويتر قال الانديا اللي حصلت على اكبر عدد من الالقاب الاهلي التفوق فيها على بايرن ميونيخ الالماني اللي عنده في القرن الجديد اربعة واربعين لقب فالاهلي خمسة واربعين حافظ الاهلي على تقدمه على البافاري وانهى العام الماضي حتى ديسمبر عشرين عشرين في صدارة التصنيف دي يمكن ابرز ما عرض في جلوب سكر عن الاهلي واللي زي ما قلتلكم قبل كده احنا الاسبوع اللي فات استعرضنا قايمة افضل تلاتين نادي في العالم اللي نشرتها الفرنس فوتبولو كان الاهلي النادي الوحيد خارج اوروبا وامريكا اللاتينية اللي دخل هزي القائمة في المجلة الفرنسية الكبيرة في قائمة التلاتين نادي القمة كان الاهلي هو الوحيد كان المركز واحد وعشرين ما من استفتاء ما من تقييم ما من اه احصائية الا وتضع النادي الاهلي مع النخبة العالمية يقولوا احسن عشرة مش عارف ايه يلاقوا النادي الاهلي احسن عشرين ايه يلاقوا النادي الاهلي احسن تلاتين ايه يلاقوا النادي الاهلي المصدر ايه شركة كذا احصائي كذا اذا النادي الاهلي قال الان لا هي دي منطقته خلاص فيش داعي يعني العادي كابري كابر ما هو احنا مش هتقدر يعني العروزة بتبقى زال امر لكن في شوية عوانس قاعدين بينتقدوها فانت مش هتوقع بقى تشغل بالك اشغل بالاهلي الاهلي انشغل بالاهلي وانشغل انه كل خطوة يخدها لازم ياخد خطوة بعدها لقدام اكتر ما يفعله بيتسو بيرسخ لفكرة انه خلاص بقى زمن ان انا افكر ان انا اروح اتعادل برا الارض واكسب في ارضي ده ولا لان كل الفرق دلوقتي عنا شوفنا سيمبا بيكسب برا الارضي صحيح فاحنا لازم نسعى الى هذا مع احترامنا الكامل للتطور الهائل الذي حدث لسيمبا وده كلام قالوا لي الكابرن السيد قال لي سيمبا فريق اه اه كورة فريق منظم فريق بيعرف يمسي كورة ويطلع بيه ويطلع بيها الحال ده حتى تقدير بقى مسيماني لقيمة النادي الاهلي مسيماني صنع السلسية كان له حوار مهم هذا الاسبوع في الاهرام قال مسيماني الاهلي فريق من كوكب تاني والخماسية قادمة في الاشارة الى كأسي السوبر المنتظرين بإذن الله السوبر المحلي مع طلاع الجيش والسوبر الافريقي مع نهضة بركان المغربي قال كمان مسيماني في حواره مع الاهرام جماهير الاحمر لا مسيلة لها لكن منها صعب ارضاء سبعين مليون شخص قال ان احنا حققنا في الدوحة اقصى طموحاتنا وحلم اللونديال ربما يتحقق مع جيل اخر اللي هو الفوز بكأس العالم الفوز على البايرن ضرب من الخيال لان الكلام سهل والتطبيق صعب قال له مقارنة بين تجربتي مع سانداونز وباطل مصر فالتحدي هنا يفوق الوصف قال كمان مسيماني صلاح فاخر لافريقيا كلها وليس للعرب فقط وقال ان انا اتمنى استنساخه في الاهلي مسيماني بيقول ان انا بتقبل النقد فلست افضل من جوارديولا وكلوب ولكن الموضوعية مطلوبة الموضوعية مطلوبة والحياة في سياق الموضوعية والكلمة الرزينة وحشنا رأي كبار النقاد هذا الاسبوع شهدتين مهمتين في حق النادي الاهلي وفريقه الاولى من الاستاذ حاتم زكريا مدير تحرير الاخبار والنقد الرياضي الكبير والتانية من نقد الرياضي الكبير ايضا الاستاذ ابراهيم حجازي في الاهرام اقلام الكبار وحشونة اه ليه طعم اه وفيها رصانة ايه يعني ما بتبقاش فيها مكايدة مش واخدك في سكة الشخصانة ايه هنا ما يعني ما ديجي اسم اه الاستاذ حاتم زكريا على طول بتشعر بانك بتتكلم باحترام ايه عن هذا الشخص ايه نفس الشيء بالنسبة الاستاذ ابراهيم حجازي بتشعر بتشعر اه اه انه راجل مخادرم ايه راجل راجل يكلمك في اي شكل مشكلة الحياة ايه واخد بالك مش مسألة كورة فالناقد المثقف الشامل ده عندما تحدث الكورة لازم اسمعها ده اللي قاله الاساس حاتم زكريا في الاخبار يوم الجمعة قال ان جزي رسم الطريق في كأس العالم للاندية وموسيماني اكد جدارته وقدرته الفنية العالية واشار الاساس حاتم زكريا الى نجاحات بيتسو موسيماني وانه قال ان انا عموما هذا يقود ان الى الاشادة بالمدرب الجنوب افريقي للاحمر وثقته بنفسه ولعبيه واعتقد ايضا ان الخبرة التي اكتسبتها المجموعة الحالية من اللعب الاهلي ستساعدهم على تحقيق انجازات مميزة في الطريق ده تأدير الاساس حاتم زكريا في الاهرام في الاخبار